من ضمن المواضيع المحيرة جداً في الموت وما بعده من القبر إلى يوم القيامة يسموها حياة البرزخ من المحير جداً في حياة البرزخ أنك تشوف رحمة ربنا في مسألة القبر فين رحمة ربنا؟ لما بنروح نتفن حد قبر بيبقى ديق ويحتوحشة جداً ولنزل منكم المقابر والناس مدفونة فيها هياك العظمية والقماش داب بتاع الكأكفان والريحة مش كويسة حتى أنت لما تحب تقول على مكان ريحة وحشة تقول ريحته قبر فينتفي عند بعض الناس فين رحمة ربنا بينا؟ مش إحنا خلصنا الدنيا اللي عبدناك فيها ليه تحطينا في مكان زي ده؟ في وقت طويل لسه فيه كام ألف سنة لغاية يوم القيامة وده موضوع محير بيضفي الكآبة على مسألة الموت والقبر وكده مبدئياً في اللغة العربية علشان أريح بالك في مسألة الحيرة دي والخوف المقبض ده القبر في لغة العرب يعني الجذر جذر إيه؟ جذر الجسم ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من تراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم فلما الإنسان بيسيب الدنيا الإنسان بيبقى فيه جزئين روحه وجسمه روحه ليها مكان حكي لك علي دلوقتي وجسمه بيرجع على أصله وتبدأ الأرض تاخد الجسم ده تاني وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى ومشكلة المشركين مع سيدنا رسول الله ومع الأنبياء من قبل النبي إزاي ربك يا محمد يقدر يرجع الأجسام دي بعدما الأرض أم الأجسام يعني هي من كانت أصل الأجسام منها الأم شفط التاني ابنها إزاي يرجعهم من يحيي العظامة وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سفي هنا إشكالية كبيرة دي اللي عاملة الحيرة والكآبة قوي في مسألة القبر إن إحنا وإحنا في الدنيا في عالم اسمه عالم الشهادة عالم الشهادة يعني العالم الذي يدرك بالحواس الخمسة تعرف تلمسه تعرف تشمه تعرف تتذوق حاجات تعرف تسمعها حواس الخمسة لكن القبر ده جزء من عالم الغيب فإحنا عايشين في المكان اللي إحنا فيه ده اللي هو الدنيا فتحنا القبر اللي هو جزء من الدنيا وبصينا هلاقيه متر في متر ومكئب جدا جدا وفيه هياكل عظمية بس الميت مش هو ده مش هو ده خالص ومش هو الهيكل العظمي ده إحساس الميت ولا الظلمة دي اللي عايش فيها الميت لا القرآن ولا السنة قاله كده واخد بالك عندنا جزء في العقيدة طلبة العلم يعرفوا الكلمة دي اسمه السامعيات يعني إيه السامعيات أخبار غيبية ما نعرفهاش إلا لما نسمع من ربنا أو من سيدنا النبي عيسوا السلام كلام عنها فالنهار ده لو القبر مضلم على الصالحين يبقى هقول لكم القبر مضلم وهتبقى كئيبة لكن لو سيدنا النبي عليه السلام ورب العالمين قالوا كلام غير كده يبقى نقول الحقيقة لو فعلا الإنسان مات ظالم مفتري مش مؤمن بربنا آه طبعا القبر هيكون فيه مشاكل وهيكون فيه عذاب وهيتضم القبر عليه كم يعني فيه حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طب لو كنا ناس طيبة ومنحب ربنا وعندنا شوية غلطات وربنا سمحنا عنها وتبنا لربنا وعندنا حسنات في حياتنا حديث ضغطة القبر اللي بيقول فيه صلى الله عليه وسلم كيف مستدل إمام أحمد للقبر ضغطة لو نجأ منها أحد لنجأ سعد بن معاذ مبدأي الحديث ده بره الكتب الصحيحة في مستدل إمام أحمد وكثير من العلماء بيضعفوا وبيضعفوا الأسباب كتيرة منها السند بتاعه وطريقة وصوله لينا أنه ضعيف وبيضعفوا لأسباب تانية مرتبطة بأن سيدنا سعد بن معاذة شهيد القبر ازاي يضموا والعلماء بصوا في الحديث ده قالوا لا استنى هي ضغطة القبر دي أصلا هو أنت فاكرها دي حاجة وحشة ده استقبال الأم الولدها لأن سيدنا النبي ليه في سنن البيهقي ليه حديث تاني لما السيدة عائشة سألته عن ضغطة القبر قال يا عائشة مثل الأم الرفيقة التي يشكو ابنها الصداع فتغمزه غمسا رقيقا وإن الكافر لا يضغط في قبري كما تضغط البيضة في الحجر آه ده حاجة تانية مناش دعوة بيها ناس المؤمنين مش في الحتة دي أرواحهم في حتة تانية خالص ولازم أحكي لك أرواحهم هتبقى فين بس أنا عايزة تتطمن إشكليتنا مع القبر اللي عاملة حيرة إن إحنا حكمنا عليه وإحنا في عالم الشهادة أما اللي تحت ده مش هو زي ما أنت تشوف لبسي مرمي ومقطع إوعى تفتكر إن أنا عندي مشكلة لا ده اللبس أما أنا غيرت لبسي ولبست حاجة أغلى وروحت في حتة تانية أجمل فإنت لما تشوف الجسم عامل زي كده مش معناه إن ده الميت الميت بقى نفسه فين؟ هحكي لك بس اتطمن القبر روضة من رياض الجنة أنت بتبقى في الجنة وربنا بيشرق عليك بقى نوار الرحمة بتبقى في حتة حلوة قوي في حياة البرزخ دي فما تحترش وريح بالك اشتركوا في القناة